استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح بمدينة المخى محافظة تعز وفدا عسكريا سعوديا من قيادة التحالف في عدن بقيادة العميد حسين عواض الحربي جرى خلال اللقاء بحث جهود وجهزية القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية وسبل دعمها وتطويرها لتعزيز دورها في تأمين حدود اليمن البحرية وحمايتها من التهديدات الإرهابية ضمن جهود الإقليم على ضفتي البحر الأحمر للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة وتجنيبها الصراعات والتجاذبات وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين والعمل المشترك لحماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر والمحافظة على أمن وسلامة المنطقة حضر اللقاء قائد قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر العميد عبدالجبار الزحزوح وقائد اللواء الأول مشا بحري العميد بهيجي الرمادي وقائد اللواء الثاني مشا بحري العميد عبدالله فخري والعميد ركن محمد محمد عبدالله صالح اشتركوا في القناة